بعد خجل سياسي دام لأسابيع وصفه البعض بالمكر تراجع إبراهيم رئيسي رجل المرشد الإيراني وجلاد نظامه عن موقفه المتحفظ وأعلن عن ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية مرشحا عن تيار المحافظين وبذلك يجعل التحدي بينه وبين روحاني مرشح الإصلاحيين كبيرا مما ينذر بإنهاء المشوار الرئاسي للأخير والذي أصبح في مرمى انتقادات المرشد مؤخرا له لا شك بأن الصراعات الداخلية للنظام تكون في أوجها كلما اقتربنا من الدورات الانتخابية في إيران وخاصة في ظل التنافس المحموم بين التيارين والذي وصل إلى مرحلات تدخل المرشد بنفسه فيها مما يعني ضرورة إقصاء الإصلاحيين عن المشهد السياسي في إيران وذلك لضرورة المرحلة إبراهيم رئيسي الذي شغل مناصب مهمة في البلاد يتولى حاليا وبأمر مباشر من المرشد رئاسة أغنى وأكبر المؤسسات الدينية إضافة إلى عضويته في مجلس الخبراء ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة بينما كان عضوا في لجنة الموت التي شكلت بأمر من الخميني آنذاك والتي أصدرت أحكام الإعدام بحق عشرات الآلاف من السجناء السياسيين عام 88 من القرن المنصر عقب خسارة إيران الحرب أمام العراق التوترات التي تواجه النظام سواء في الداخل أو الخارج يجعله بحاجة إلى شخصية مثل إبراهيم رئيسي الذي يعد من أواء الرجالات الثورة عندما جاء الخميني وكان المخلص له ولمن بعده ولكن سيكون لملف رئيس الإجرامي المتورط في إعدام السجناء وقع سلبي في اختياره للرئاسة المحافظون في إيران وبحسب المحللين يبحثون عن فرس رابح لهم يخوض غمار السباق الرئاسي الحالي ويكون مقبولا لخلافة المرش لنفسه في حال وفاته فيرون في رئيسي وجها جديدا يمكن الرهان عليه في ظل الرسائل الأمريكية الشديدة اللهجة أيضا والتي تصل اتباعا إلى طهران آخرها الضربة الأخيرة لقاعدة الشعيرات في سوريا فتذكر أصحاب العمائم في طهران بأن عهد أوباما قد ولأ وأن الزمن قد تغير لبرنامج هنا الرياض ساما الفخر